اشتركوا في القناة نحسب المشوار حساب صحيح تابعنا شوي من كلمة رئيس الجمهورية وكلها متركزة على أهمية احترام الحريات وبنفس الوقت عدم تخطي الخطوط المسموحة لممارسة حريتنا وصارت القصة نتخطى كل شيء ونروح للتجريح والسباب والما هنالك وشهدنا هالشي بالشارع بالسوشال ميديا يعني الوضع للبلد حياتا فيه انقسام وفيه احتقان وفيه شعبوي وفيه خطابات كمان عصبوي لشد العصب الطائفي احيانا والمذهبي والحزبي والمجموعات بالسوش الميديا اكيد كمان انه امور مغدي مدى متفلط ما فيه ضوابط ما فيه ضوابط ما فيه قوانين كل حدا عنده جهاز بيحكي اللي يبدو ايه فاتخطت القصة مسألة الرأي وابداء الرأي والاختلاف حتى في الرأي الى اماكن صحات حرب صح وشتائم واتهامات ومشاكل حتى كمان فيه افتراءات وفيه كذب وفيه فبركات وفيه يعني كل شي بتلاقيه بالسوشال ميديا هذا مش معناه انه السوش الميديا ليست ضرورية بالعكس هي ضرورية وهي منبر مهم اذا احسننا استخدامه بابداء الرأي وعدم التضييق على الحريات بس كمان بده يكون فيه نوع من الضوابط نوع من التهذيب نوع من اللياقات اللي مشهورين فيها اللبنانيين يعني ولنا نتقطع الموضوع حتى لو كان فيه خلاف سياسي او خلاف بالرأي الى اماكن يعني غير محمودة وإلى مستويات هابطة ومبتذلة حقيقة لا تعبر عن عن يعني ثقافة الشعب اللبناني وتاريخه حقيقة نحن عندنا كتير مساوئ يعني وعندنا كتير مصائب بس في بعض الاشياء يعني اللبنانيين معروفين بهذا التهذيب وقبول الآخر مية بالمية رح نحكي عن هالنقطة بالتفصيل ولكن خليني نشير ايضا الى انه البطرياك الماروني الكاردينال مربشارب تروسي الراعي وصل منذ اللحظات الى قصر بعدة للقاء رئيس الجمهورية بإطار الجولة اللي عم بيأم فيها اكيد وكنا تبعنا خلال النهار لقاء رئيس بالربعين الديني بإطار احتواء مسألة استدعاء رئيس حزب الوات اللبناني سامير جعجع لا اكيد تحقيق الاستماع لقاله كشاهد يعني ولسق هذا الطلب مبارح وعساس بكرة لازم يكون امام القادي الاستماع اليه بامام مخابرات عفوا الاستماع اليه باليارسي يعني بهذه النقطة بالذات متخوفين من شرخ كبير يعني البطرياك الرعي قال لا نقبل بانه تكون مقايدة احداث الطيونة مقابل تحقيقات انفجار المرفق يعني انه كأنه البعض لمح لها المسألة انه ممكن تروح القصة لهيك من اللي لمح؟ ما في حدا من القوى السياسية بمعنى المحللين لمحوا لهذا الموضوع بس اللي ملفت بجولة البطرياك انه يوم واحد على الرئاسات الثلاثين وفيه شيء يستدعي هذا الحراك شخصيا يعني ما اوفد موفد منه او حدا من احد الشخصيات المقربة حتى يبلغ الموقف اللي بده اياه يعني تدخل شخصيا وهي بروتوكوليا شوي بالبنان يعني لسنا معتعدين على انه البطرياك ينزل من الديمان او من الكركي بيعمل هذه الزيارات بيوم واحد بهدف حماية احد الشخصيات بصراحة هذا جزء من ال حماية شخص اما باطار اللي حكيه سبب وقال ما بدنا نرجع 4 ساعة نرجع مظلومية شخص بدنا نجامل والله بدنا نحكي سياسي مظبوط يعني كل حركة البطرياك لحماية رئيس القوات الليبنانية سمر جاعة هو كمان عمل في عدد من المرات يعني عمل حرم على اي محاسبة للحاكم حتى وقت ما استدعوا كمان القائد الجيش الأسبق جونه أهوجي كمان السابق كمان عمل هيدا التصريح يعني مبين انه البطرياك عمبي عامل أبناء رعيته يعني حامي عامل بلوك لهيدا لا مش عمبيحكي هلأ انه اذا الاخرين بيعملوا هاي أهل بدي أقول لك ما هو قطع البلد بيكون قائم على فريق بيحكي هايك فريق تاني بيحكي بنفس الطريقة جزء من أزمة النظام السياسي عندنا انه المحميات الطائفية يعني غير مبرر أنا عن المستوى الشخصي يعني هكي بفهم يعني السياسي غير مبرر لا للبطرق ولا للمفتي ولا يعني رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى انه يدخلوا بادي التفاصيل طيب طيب صارنا نسمع يعني ردح وشعر من فترة تعيين القاضي طارق البطار انه استقلية القضاء وما حد يدخل بالقضاء وهي دي مؤسسة يعني بعد مؤسسة الجيش العالم لازم تحترمها لانه يعني بنيان الدولي هي يعني بالقضاء النزيه هلأ فيه نقاش قد ما بدك بايدا للموضوع طيب وتركوا القاضي البطاري كافة تحقيقات ليش عم بتأطعوه أو عم تضغطوا عليه أو عم تدخلوا بالسياق القضاء لحط يطلع القرار الظني كل هيدا التفاصيل لانه هيدا الجهة اللي عم تحكي هيدا استردية ما قرب عليها القاضي بطار طيب حصلت حادثة مجزرة قطوع شي يعني كان مهول حقيقة 14 تشرين يعني بالخميس قبل الماضي بطيوني 14 تشرين طيب كاد أن يؤدي بالبلد إلى حرب أهلية بس مش بسبب طرفه أوكي عم بحكي صار في حادسي أنا ماذا بسبب طرفه لا لا بصار في حادس بصار في تحقيق بصار في ضحايا أوكي كل هيدا المشهد اللي صار دخل القضاء دخل الجيش اللبناني دخل مدريت المخابرات صحيح دخل قيادة الجيش أنه في قتلى سقطوا في هذا اليوم كيف مين هيدا التحقيق عم بتابعه هلأ معروف من الجاني ومن الضحية بهذا الموضوع هلأ بالسياقات كيف دخل هؤلاء الشباب إلى مفرق الفرير ومش عارف هاي التفاصيل بس كلنا متفقين أنه لأطلق النار معروف على هؤلاء الضحية طيب أوكي اجه صار فيه تحقيق صار فيه اعترافات بالمحكمة أنه هؤلاء الموقفون ينتمون إلى جهة سياسية محددة ورئيس جهاز الأمن بمعراب هو كان كمان يعني عامل جولة قبل جولة ميدانية واستطلاع وليشوف الأمور يعني قبل اليوم من المظاهرة طيب هذي توصلت للمحكمة العسكرية قادة التحقيق ومدرية المخابرات طيب على ضوء هذي النتائج استدعي كتشاهد الاستماع لأقوال رئيس الكوات الليبنانية سيمي جعجعلي للسماع إفادته أنه لش يعني كل هيدا هيدا الحملة وهالها مروجة لحماية هيدا الشخصية طيب من بارح بعكر عم تقولوا أنه القضاء مستقل وتركوا القضاء يعني يعني البطرياك قال كل شيء له حل المهم صيانة القضاء والأنون والدستور وكل شيء له حل تدخل بالقضاء أو عندهم تدخل بالقضاء بلما يعني لازم يدعوه للرئيس القوات اللبنانية أنه ينزل على القضاء إذا هو ماعتبر أنه هو بريء ومن دم هؤلاء الضحايا فبالعكس هيدا شغل ليش الوزراء كمان ما نزلوه ما زل هن أبرياء ما كمان يعني الواقع اللي عم بصير أنه ما يصح على غيرنا لا يصح علينا من الجهتين مش عم نفهم شيء كلمان هاك ما أحد ينزر على التاني أنه هو يعني مع المؤسسات والآخرين هن خارج المؤسسات طب بس وصلت دور لإليك كمان بتشكل بس تحديدا بتشكل عندك بحثت عن رمانة طيونة دكتور عبود يعني شفنا الحادثة أكيد تابعنا فيديويات وكان فيه سلاح ظاهر من فئة كمان لماذا لم يتم استدعاء الأشخاص اللي تبعين لهم يعني مثل بعض بيقول أنه مثل ما سبع جعر رئيس القوة أشخاص يعني تم توقيف أشخاص أعتبر أنه هن قنصوا أو شاركوا بالإطلاق النار استدعي رئيس الحزب اللي بينتميه لقلو لسببان لطرف الثاني كان فيه كمان شباب حاملين أسلاح مش فردة متوسط شفنا أسلاح بكمية كبيرة وشفنا كيف كانت الأجوة لماذا لم يسأل رئيس الحزب اللي بينتميه لقلو هؤلاء الأشخاص بهيدا الإطار عم بيتم الحديث أنه ما هناك تخوف من أنه تروح القصة على طرف والطرف الثاني وبراء أو نعود بالذاكرة إلى الفترة السادقة مكننا عم نحكي قبل شوي أنه بعدم التخوف هن عم يدعو الآخرين لعدم التخوف بملف المرفأ شيئك أنه فيه يعني ثقة بالقضاء هلأ عم نجح عم نقول فيه تخوف أنه تروح يعني مسألة يعني يعني فيه أزمة ثقة الطيونة بالقضاء طيب أوكي لا فيه أزمة ثقة بالمؤسسات كلها باللبنان هلأ كان يكونوا واقعيين لا قاعدين بمدينة فاضلة ولا عند أفلاطون ولا بالسويد يعني احنا فيه أزمة ثقة بكل المؤسسات باللبنان هلأ ليش ما استدعاهن القاضي لأنه بيعتبر أنا بيعطي قادي يعني بيعتبر أنه ده إجد رد تفعل على القتل وصار فيه رد تفعلكم معي هلأ أنواع من الأسلحة المتفشي بين الناس وببيوتها كل العالم مع السلاح بلبنان يعني أنا هاك بهذا الأنواع وفيه أحزاب أنا راح أجيب سلاحة لا أخلي ببيتهم وفيه أحزاب أحزاب مسلحة لا عم بيحكي أنه مش عم أقول أنا أنه هذا المشهد هو مقبول هذا مشهد مرفوض مرفوض كله بالسلم الأهلي مرفوض مستفز صح بس كمان المشهد الآخر أنه صار فيه قنص وصار فيه ثمان ضحايا وستين جريح كمان مرفوض مية بالمية وبلس يعني أكيد فمش أنه صار فيه ظهور مسلح على ضوء أنه فيه قتله صاروا بالأرض صار المدان ظهور المسلح الظهور المسلح مدان بس المدان أكتر هو أسقوط الضحايا ويجب أن يحاسب المسؤولون عن الذين أطلقوا الأنمار وصارت من ضحايا بستين جريح يعني مش لعبي يعني مش كسرت سيارة بنا نرجع نحكينا كثير بالإعلام وانتوا حكيتوا وكل العالم حكيت عن هذه اللحات بس ما بدنا يعني لا يستحق ولا يستأهل أنه دخول بعض المجموعات من شباب والتلفز بشعارات طائفية مرفوضة صحيح أنه يتم قتلهم هذه يعني ما علي شيء بردون يعني يعني يحسمحوننا فيها أكي لا بالمنطق لا بالمنطق ولا بأي شيء يعني ممكن يشلقون بالإحجارة يمكن يصير في يعني تضارب بالأيدي فهمنا بس أنه يصير في قتل يتمنى أشخاص عيدي كمان في مثل لبناني بقول ليش ما بتحكي معي شو قتلت لك بيك ألم يستفزك مشهد السلام الحار اللي صار بمجلس النواب بين الطرفين تنازعوا قبل بكم يوم يعني ما شفنا بالجلسة هل قد في مواقف بالعكس كان عقلبي مثل العصر يعني يعني عادتا بي هذا الوضع هايك بالمجلس يعني الدورة على الشعب وعلى المواطنين وها رسالة لا بعرف يعني الشعب لازم يكون أكثر وعيا هذا اللي بتقوله لازم يكون الشعب أكثر وعيا وانضباطا ولازم يتعلم من تجارب اللي صارت بالحرب الأهلية يعني بعدها تعمطها تحت درسنا الحرب الأهلية ونحن من الناس اللي عشنا بالحرب الأهلية وراح 250 أو 300 ألف قتيل هون قتيل وهون شهيد وهون شهيد وهون قتيل 300 ألف ضحية بيراحوا ثمان يعني لأسباب مختلفة فلازم اللبنانيين يرجعوا يتعلموا يعلموا أولادهم أنه هاي دي المرحلة يعني رميون بهيد المطحنة هيدا شيء مسيء لكل اللبناني فنخفف تحريض نخفف عن تريات نخفف هايكي يعني أنه يعني هجوم على بعض لأنه أنا قالت وإخر شيء النواب ينزوا ببنسوا بعضهم بمجلس النواب أنا بصراحة قلت بلوقت حداد كان فيه وفيه ضحايا بالأرض ودن من الطرفان صار فيه هايكي أنه فورة أو فوعة من الطرفان أنه لازم فلان إكس يجو مع يجو مع زاد وبدنا نفرجيهم وبدنا ننعم طيب أوكي في كتير كمان على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا حكيوا بنفس أنه حماسي أنه لازم يعني إذا فيه دم ما بتصير الأمور هلقد بالتساهل ومن دونها طلاق مواقف يعني المشهد مختلف وعني الكل صحبه مع بعض مالتلك الكل صحبه مع بعض بس أنا اللي عم قوله اللبنانيين لازم يعتبروا من هذا المشهد يعني اللي عم بحرط كمان يروح تفضل هو يحمي الاسلاح هو يبعط ولاده ما يبعط ولاد الناس كل حدا ولاده أعزاء أعلى فإذا أنت كتير متحمس للمعركة أو للمشكل تفضل لبعط ولادك على المشكل ما تبعط بلده العالم تقعد فرجع التيفي أنت كلمة لها كل عالم تشوي تحط جراء على الأرض الخلاف السياسي والاختلاف السياسي مقبول وليس مرفوضا بكل المجتمعات والبيئات طبيعا بس هذا الشيء اللي صار لازم تعلم منه العالم أنه يعني الدخول مجددا في جحيم الحرب الأهلية لن يفيد أحدا هذا الموضوع لازم كله اللبنانيين مواطنين قبل القيادات والقواء السياسية تتبعرفوا لأنه من يزج بهم عادة في الحروب الأهلية والرخيصة واللي بيقبضوا تمنى الزعماء هن هو الفقراء من كل الجهات من اللي ميت بالحرب الأهلية فقراء المسلمين وفقراء المسيحيين طب دكتور كمراقب يعني هيك شفت اللي صار بالفترة الأخيرة تشكلت حكومة استبشارنا خير شفت الجلسة الشهيرة اللي تعطلت من ورها الحكومة نتيجة تحقيق المرفأ والاعتراض على القادة بيطارج يعني شفتنا الأحداث اللي صارت بالطيونة وعين الرمانة هل هي صدف متلاحقة أم في نوايا لتطيير استحققات مهمة ومنها الانتخابات النيابية المقبلة هلأ جزء مننا اه فيه يعني هيدا الحركة يعني اللي صار وتوتير الأجواء هلأ تعلميا وامنيا وحتى سياسيا وقضائيا جزء منه لأنه بعض القوى السياسية شافت أنه لا الانتخابات اللي جاية هلأ بعد بأزار أو بأيار مع خلاف الاختلاف بالتوقيع لا نشوف هلأ بالجلسة العام مايش هلأ حيث يصير خميس اعتبروا أنه لا مش كثير مفيدة لإلن ويمكن ما يحافظوا العدد النواب الموجود هلأ لأنه فيه منافسين حتى بالصحات الأخرى ففيه مصلحة لعدد من القوى السياسية أنه الانتخابات ما تصير تتعجل للمحافظة على الأعداد الموجودة هلأ هذا جزء مننا بناء الحكومة يعني نطرنا كثير على 13 شهر يعني حتى تشكل حكومة وكنا نحكي عن الفراغ ومساوء الفراغ طلعت بعد شوية حكومة كأنه فيه فراغ يعني ما عملت شيء على أنها انتفقنا أنه عندها ثلاثة أهداف فيه أنه إجراء الانتخابات النيابية هذا مطلب دولة و للمجتمع الدولي هكذا هذه خارج إرادتهم لأنه مفروض عليهم إنجاز الانتخابات النيابية خارج إرادة كل القوى السياسية لأنه جاء الموضوع من من برة يعني بس تجي من برة كلهم بيلتزموا وبيعودوا عقلين ورح تصير بأيار بأيار أو بأزار حسب أنا بأيار أنت شدت إذا بأيار 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 مش راح تقدم وتأخر بلا بتقدم وتأخر عند المواطنين شو إلا معنا تقريبة بوقت لنها اللي بتسمح أنه تبقى بأيار عند المواطنين للمجتمع الدولي بأيار بأيار وإذا الحكومية عم بتقدم وتأخر عم بيحكي أنا كمواطنين عند القوى السياسية أهي بتقدم وتأخر هيدا بيزد الكتلته هون وهيدا بيزد الكتلته هون في عشر تلف صوت وشوي بنتقدم إذا كان بأيار الانتخابات أنا عم بيحكي عن المواطنين طيب أوكي هلأ نحنا في رئيس جمهورية وفي حكومة وفي مجلس نيابي وفي قوى سياسية وما شاء الله طيب نحنا شو هلأ 350 ألف سرطانكة البنزين بيحكي أنا أم تجنت أنا وياكي آخر مرة من أربعة شهور بطاقة تمويلية يعني ما بداش أرد فلسفة بعدنا عم نحكي فيها قريبا ستنجف أنا قلت لك وقتا أنه بطاقة انتخابية هني عم بياربوا لحط لأنت شوف قداش مستسخفين الشعب وقدام مستسهلين أنه هذا الشعب يبقى مقهورا كرميل عشرين دولار يعني ما عندهم مشكلة يعني أنه يبقى هذا الشعب مقهور وباليها هلأ ومعاش شي أصلا معاش ما يحرزي يعني طيب صارت تنكة البنزين 350 ألف وهلأ يعني القادم أعظم تنكة المزود صارت كمان هلأ الشتاء قادم تنكة الله رحم علينا شوي بعد مساء أنينة الغاز صارت مش عارف قدها طيب الأسعار عم تضاعف ولكنه في حدا يعني ما حدا نظهر من القوى السياسية وكلف نفسه نشرح للناس وهذه المسؤولية السلطة التنفيذية أنه يطلع رئيسك حكومي وزير الاقتصاد ووزير اللي يقولون علاقة بالوزير الشؤون الاجتماعية ما بعرف مين هلأ اللي جاني الوزاري يطلعوا شو بدي فيه وعم بحاولوا ومبرح اجتمع رئيس مئاتاب ما يروع العراق مع الهيئة الاقتصادية ومع بشار الأسماء رئيس الاتحاد العمالي العام وحكي عن إطار ممكن أرقام تساعد بس كلها بعدها تتبع بإطار الكلام فقط وبكرة في إضراب مثلا للسائقين وعمين حكا بيشل البلد قبل الظهر ومتخوفين أنه يصير شي ما بعرف بإطار التهويل على الناس كله مضبوط كل الاتحادات مضبوطة لا بيصير تهويل ولا بيصير شي أصدق ممسوكة سياسية ممسوكة سياسية كل الاتحادات بس بيجي الوقت لزر نكبسو تحركو أو نسحبو مين بالمين أصلا القوة السياسية تصار تتخاف حتى من الناس لأنه يعني أسوأ سيناريو كان ممكن تصور الواحد لما كنا بعدنا ب بألفين وتساعة عشر أنه أكتر سيناريو هيتشكوكي ممكن يتصوره كنا إذا ما نرسمه ما بنقدر نرسم هذا السيناريو ما نحن وصلنا إلىه عن جد أنه ما كان حدا يصدق أنه تانكة البنزين تصير بثلاثمئة وخمسين ألف ضرب عشرة ضرب عشرة بكل المواد الغذائية والعالم قاعد ساكتة ولا ولا عبالة شي يعني من القوى السياسية شايفت هيد الناس كيف مخدرة فهي أصلا يعني تستهين بهيد الناس لأنه الناس ما عندها رأي تبت أنكون منطقيين ولا الناس تحتفظ نفسها شو بدون يععملوا بيعملوا اللي بينعمل بكل الدول الديمقراطية بالعالم متل شو بيعملوا بيعترضوا أقل وبيعترضوا لا 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 مش بدافعوا عن بعض بس أنه أصدقاء كواه السياسية أن الحكومة بعد ما قلعت وما لحبت تعمل كم جلسة شفت الخلافة اللي صار حاول إذا القاضي بيحقله وما بيحقله يعني هيدا مؤشر وقبل الخلافة على القاضي شو عملوا ما كانوا بعضهم بالشي ما طلع الرئيس ميقاتي عم بقول كان بيبكرك ولما سألوا أحد الصحفيين عن الكهرباء قالوا العين بصيرة واليد قصيرة وما في عملكم شو يعني أنت رئيس حكومي رئيس سلطة تنفيذية يعني أنت الأساس بالبلد لأ بك يقبل وجايين كمان عندكم يعني هلأ بالسؤال أنه شو برنامج الحكومي أنه نحن بانهيار وأنا كاد نرطط في القاع شاك بقولوا طيب أنه شو عملتوا أنه كتير مستقر وضعهم السياسي وكل يعني عادي عايشين بطريقة وكأنه نحن بشي بالخمسة وتسعين أو بالستة وتسعين أو بالألفين أنه ما في شي أنه الدولار بألف وخمسمية وخمسة عشر هو كان في شي بس مخبينه كانت السياسة المعتمدة وصلت له لهون ما واصل الأمور واصل الأمور للانفجار الاجتماعي الموجود هلأ لحتى يكون هن مرتحنين بهذه الطريقة طيب إذا معطل الحكومة تتفضل الوزارات كل الوزارة تشتغل ما كل الوزارة عنده صلاحيات وكل الوزير عنده صلاحيات أنه يعمل إنجازات أو يمضي على قرارات طيب هذا الاسترخاء أنا مش قادر فسره أنه يعني وزير الطاقة نعمينا وحفينا لحتى إجت إجت الشي اسمه الحكومة وطلع الحكومة والفراغ بسيوا بعض طيب إجينا وزير الطاقة هلأ طيب نحن شو هلأ إجيونا المليون طن نفط من الأراء كان تيجي أربع ساعات ما عشان يجيب له مرة ولا يصيح على الكهرباء طيب شو عاملين بعض الناطرين ناطرين لحتى اللي يبعتوا الغاز المصري والكهرباء الأردنية وتربطوها بالشبك السوري وإلى آخر تمت معين أنه يعني هذه الكهرباء هذه معضلة الكهرباء بالبلد يعني أنه هذه معضلة لا تحل ولا هو في قرار بعدم حل هذه المعضلة أنه إذا أخذ القرار الحكومي هلأ جيب معملين مش من إيران عشان هلأ بيحبوش الكهرباء الإيرانية يعني أنه من أمريكا أو من ألمانيا أو من فرنسا أو من الصين أو من روسيا أو ما بعرف من وين هالبلد كله بتطلعش قد محافظة برا أنه صارنا ثلاثين سنة عم نعجن ونعلك بهذه التفاصيل بتم خلصونا منها مقاشة حكومة ما في كهرب حتى بيرد الكبرة معاش في كهرب طب وصلنا للحديد بتوفر مزوط وبتوفر ضغط على العالم ما بدنا ناخده قرارات لا لأنه هذه يعني معظم الشخصيات السياسية في لبنان هي تنتظر ويتعمل في خدمة الأمريكيين وأمريكيين بعضهم ضغطين لأنه ملافل بالإقليم ما في حل هلأ بدنا أنه يحمل مبادرة للوصول إلى حل شي منيح هي التقاتل مش هو الأساس ولكن هم بدنا نروح كمان لسؤال جوهر يعني شفنا التعليقات اللي صارت نتيجة طيوني وشفنا سيد نصر الله خصص ساعتين لحكي عن حزب القوات أو رئيس الحزب حتى لو ما سمي ورجعنا سمعنا الكلام الرد لرئيس القوات بهذا الإطار وكأنه في صمت مطبق تحديدا من المستقبل والاشتراكة غريب أم أنه محرج ويروح دغري هالطرفين للحل الوسط وهو رئيس بر مثلا الطيار المستقبل عنده مشكلة داخلية حقيقة الرئيس سعد الحريري خارج البلاد وعنده مشاكل ظاهر مالية واقتصادي وقعد بدباي وقرأينا يعني أنه في حركة بين مصر وبين أبو ضبي بسعدة ما بيغدن عن اتخاذ موقف حلو أنه تويتريا يعني كان عنده تغريدة يتيمة عموميات وليس موقف اتخذوا تحديدا هلأ فيه بعتاد مواقف بالعموم هلأ كمان مش مطلوب يعني نحن يعني كمان ينقسم البلد عموديا بين مؤيد وبين معارض للطرفان نحن أنه تبقى تبقى قوى سياسية نائب النفس يعني 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 على جرب بلك بتعمل بعدين توسط أو حل يعني عم بيحكي بالمبدأ يعني يمدي يعمل يمدي يعمل توسط أو حل رئيس الحديث عم بفترض أنه يعني كمان نميح أنه نميح أنه نميح أنه أصل ببلد عموديا بهذا الموضوع لأنه كل شيء مثل ما قال هلأ نيافة البطرق أنه آخر شيء رايح على الحوار يعني كل الأمور آخر شيء نحن محكومين بهذا البلد بحوار ونختر تصر الطريق إلى الحوار يعني أي حدا عم براهن بالاستقواء أو بالفرض أو بالحشر على الأطراف التانية كمان يعني يعني يعرف أنه الأمور مش ميغضي هذا السياق واللي عملوه الأمريكان بأفغانستان هلأ وبالمنطقة بيبين أنه هنا في مكان آخر يعني هم يتجهون نحو آسيا وليس أهم الموضوع الشرق الأوسط كرمال هيك يعني ممكن تطلع براس واللي بدي بدي عمل هذه المسائل اللي ممكن تكون خطيرة وقفزات في المجهول فاللي قاله يعني نيافة البطرق هلأ كمان في يعني إشي كمان بده بده نيقاش مثل مثل ما بطلع الأحد الساعات البطرق نحن نسمع له ففي يعني في تناقض بالكلام بس أنا بيقول أنه في السياسة هو فن الاستباق لأحداث طب ما كانت في جهة عم بتقول يعني حزب الله كان عم بيقول أنه كي نستبق الأحداث في ملف المرفأ ولا يصدر اتهام أو قرار ظني يجرم مجموعة بريئة ويبرق مجموعة مدانة صورتة طب هذي إذا وصلنا لها المرحلة يعني هذي صار البلب بمكان آخر طب هذي السردية عم بيقوله مستبق قضاء مستبق حادث ممكن تصير وليس مستبق تحقيقات ومن قرر عن القاضي شكرا نفس الموضوع كيف نفس الشيء لو هواجس عند حزب الله مني بيسأله أنه أنه إجاء تطمنات من الرئيس أو من الوزير بيسأله أنه أسماءكم مش موجودة وما في لكم أي اتهام بهذا الموضوع بس الجماعة عندهم يعني تجربة سابقة مع محكمة دولية الحزب بس ما حتى التقرير الفني التقدي الأمريكي لم يأتي على سيرة المقاومة لش نقلت استباق لأمور داتلف ميليس إحنا زيكرتنا مثقوبة الحمد لله اللبنانيين ما متعلم التجارب بعدنا عمي حكينا عن حرب الأهلية بالبداية داتلف ميليس لما نأجي عملوله طن ورن أنه هيدا ألماني وصناعة ألمانية ومتينة وزلمة مش هاك مش بيقوله الماكينات الألمانية أنه زلمي قانوني وقضائي وفيش عنده مزح راح صار يذكره أنه إياه بالياخد بالبحر وركبنا شهود الزور وظل مطفة وعملنا هيدا السردية كلها وزدتوا الضباط الأربع عملوا انقلاب طب تم رفض التحقيق الدولة نتيجة هيدا الشي بس نحن عم نحكي عن تحقيق محلي عم نحكي عن قاضي لبناني ما كمان القاضي ميرزا وقتا ووزير العدل ما عملوا هيك نفس المجموعة اللي عم تشتغل بالملف ما إجاد ددليف ميليس لحاله عمل هيدا التوليف اللي عملها وهيدا الفخ اللي عملوا يعني الضباط الأربع بالبداية كانوا شهد الزور محمد زهار الصديق واجتمعوا بمعاوض بالشقة وقعدوا هيدا الضباط الأربع يعني وخططوا بعد شوية الضباط الأربع عدلوا الرئاس الحريري بعد شوية انتقلت الابتهام إلى مين إلى سوريا بالمرحلة الثالثة انتقل الابتهام إنه حزب الله وبعد شوية آخر شي كرمال هاك الهواجس عند حزب الله هي هواجس مشروعة كرمال هاك الاستباق الأحداث كمان عندهم عم بقولوا خلينا نستبع الأحداث وما نفوت البلد بورطة طويلة عريضة يعني أنت متصورة إذا بطلع قرار ظني مثلا بيتهم جهة بانفجار المرفع اللي هو انفجار يعني بتاريخ لبنان مصار ما هو الحل هلأ كل ما إجا قاضي رح نعود كل طرف يقول الحل بعدم الحل بعدم الاستنسابية في التحقيق يا دكتور سعطة خلينا أنا أعمل قاضي وحضرتك تعمل قاضي والسياسي يعمل قاضي ما في إذا هايتكرفت هالمرة بأنه تاني قاضي يعني يتخلى عن هذا الملف أو ينحى أو هو يترك أو إلى ما هناك النتيجة أنه هذا أي قاضي رح يجي رح يمشي بمسار جريء من دون التخوف من أنه أي طرف ما بيعجبوا من يستدعي بيطلبوا منه التنحي دم صارت طيب الهدف هدف من التحقيق جريهة المرفع شو الوصول للحقيقة معرفة الحقيقة خح إذا حدا ماشي بمسار متعرج وملتوي وغير موثوق وفيه استنسابية معلاشي حضرتك علمي معلاشي كل المؤسسات في لبنان تخذ على التسييس معلاشي يعني ما في شي مقدس يعني ما نوسق ولا حدا مش ما نوسق كمان ما فينا نوسق بحدا ويود البلد لفتنة طويلة عريضة أنه كرمال أنه نحنا نستعمل شعارات أنه استقلالية القضاء وشفنا القضاء من 30 سنة إلى هلأ بعد الحرب الأهلية لم يزج بأي لص أو سارق بالدول اللبنانية وراء القطبان أنا كيف بدي أوسق بأي قضية ما حين نبلش طولي منبلش ما عم نخليه منبلش لحتى المطرح كل ما بلش منقول هيدا خط أحمر هيدا ما بيسر أنا لا أتبنى أنا عم أقول شو الهواجس رفت كيف مرجعنا على وسط الطيونة كمان وعن الرجمانية هؤل آخرين عم أقولوا كمان طيب أوكي بس ما في في دست عم بيقول أنه في دستور وفي قانون وفي القضاء طيب هؤل استدعاهن بغض النظر النواب والوزراء فيه شيء اسمه محاكمة يعني هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء هذا بالدستور موجود بس القضية تحولت لقضاء عدلي قضاء عدلي هلأ هنو ما فيه استدعيهم حتى لو كان ما بيكون بالمجلس نيابي شو نعمل عشر محاكم هن بدي يغيروا القانون يغيروا القانون حتى يقدروا استدعيهم ما فيه دستور بيقول أنه هؤل جماعة محميين قانونيا ودستوريا بشو بالحصاني 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 على الرأي وليس على الجرم طولي بالك الحصاني على الرأي وليس على الجرم أي جمحة أو جناية أو خطأ يرتكبه نائب أو وزير أو رئيس بالدول اللبنانية هناك هيدا المجلس هيئة المحاكمة الرؤساء والوزراء بش ما عاجبتون يغيروا الدستور دكتور إذا راح نائب عمل أكسيدان خبص واحد وقتلوا لا سمح الله هيدا الدستور هيدا الدستور هيدا حصاني ما بيتاخد لا بيتاخد يغيروا فقط على الرأي ما فسروها أهل الدستور هلا يفسروها مثل كل الدستور حتى ما فسرو مثل بابدنا هيني عم بقولوا هيني عم بقولوا أنه نحنا في هيئة يعني هيدا المحاكمة الوزراء والرؤساء هي اللي بتحاكم الوزراء والنواب نحنا نلجأ لإلى وهذه كل الدستوريين عم بقولوا هاي هل في رأي تاني بقول لا في خلاف على هيدا الموضوع طيب ما في استنسابية كمان بموضوع يعني المسار الذي يسير به القاضي فارق البطار اللي حكي كثير على الإعلام بديش يرجع ليدون يعني ونعب بوقت ما في في ارتياب مشروع عن قوة سياسية وعند المستدعين أو الشهود أو المتهمين إلى إلى القضاء الحل أنه يتشكل شيء مثل هاي أو أي حدا يقدر يقوم المسار القضاء يعني إذا أنا شايف أنه في قضاء وفي دستوريين إذا بدنا نوصل للحقيقة أنه إذا حدا نرايح بطريق هو مبين خاطئ مش حيوصلنا الحقيقة حيوصلنا لها مشكلة نجي نحنا نغمد عينينا ونعطيه كل الثقة أنه خلاص روح أنت لأنه خصولنا يمكن هني يكونوا متهمين طيب لش ما اتهم الآخرين ما في عندي ليه استطا طيب ما بدي ناتالية كلنا بنعرفهم رئيس الجمهورية في خامة رئيس الجمهورية قال له أنا مستعد طيب الوزير يعقوب الصراف مش هو قال له أنا استدعيني قال له أنا عندي شيء بده أقوله في جار المرفأ طيب بركي عنده step by step أنا بدي فكر عنه لقاضي أنا بدي فكر عنه حيطلع بركي شايف الملفات بس طلع قرار الزني معاش فيه نعمل شيء فتنة بالحياة بس طلع قرار الزني فتنة بالحياة معاش فيه نعمل شيء لا ما بيستمعن للآخرين ما فيه صيف وشتاء على فوق سقف واحد مش عم دافع عنه ولا عم هاجه أنا عم وصف أنه عم تطلع تساؤلات نحن كلبنانيين نريد أن نصل إلى الحقيقة في انفجار المرفأ المسبب لجيب النترات القضاءات الذين شرعوا أنه تبقى النترات ست سنين اللي كانوا يبيعوا من النترات التجار اللي كانوا يسمسروا على النترات لماذا بقيت هاي النترات بالمرفأ لحتى انفجرت وين راحوا وين بيعوا وين استفد منهم نحن لاش عم نقفز على الإهمال الوظيفة نبلش من في حدا ندي كم كنا على التلفزيون عم بيحكي اللي لازم يبلش القضاء من مكان معين كمان عم نقول أنه طب منشوف من أول شي من فوات الباخرة كله من صاحب هاي دي الالفان وسبعمية وخمسين طون من جيبهم راجح طب ليش ما بيبلش فيهم نسأل السؤال هون ومنبلش ساعته بالتحقيق صح قيادة الجيش مسؤولي كانت قوى الأمن مسؤولي القضاء مسؤولين مديرة المخابرات مسؤولي كل العالم مسؤولي كانت على المرفأ هو كلهم منه ويستمعوا لقلوم مش بروحوا بنقي إكس وإجراء جوزاد لغايات سياسية وبرحوا بجيبهم على التحقيق وليس وراء شارع وليس وراء حزب ويستضعفه بيان وراء النادي هلأ لأنه النادي نادي القول لا والله نيالة نستضعف الرئيس حسان دياب ونجيبه على التحقيق ونوقفه لأنه زالة ما فيش وراء يعني جمهور أو شارع ونأتلوك ثلاث رؤساء حكومي سابقين على أيامه نشترنيتراق وبيت من نتراق اجعل الرئيس حسان دياب على المطار وهي ما حدا وقف عم بحكي افترضنا عن رئيس ايه بس ما هي كلها بعدها مش زابطة الأصف طيب من أندي في شي خاطئ في مذكرة في شي مش مزبوط عم بيسير يعني لازم حيالة عسكري بيشوفوا المطاري إذا يشيبقوا على الخضاء إذا بدنا نحكي بشي قدائبي دولة طبيعية عم بتصير الأمور فيها بشكل طبيعي طالما هون مش ماشي طبيعي ليش بتتمشي هون طبيعي هيدا اللي عم يقولون عم نقول حتى نختصر هذا الملف نحن كليبنانيين نريد الحقيقة الحقيقة في ملف المرفأ انفجار المرفأ ولا نريد غير الحقيقة والمتورط يعني لقلوا مش نقطوا على بساحة البرج بس مش نروع على حدا بساحة برج نروع على مطرحة بمش متورط نتهمه ونترك المتورطين والمتهمين واللي جابوا النيترات واللي بيعوا واللي استفادوا منها هذه بتصير يعني غير مقبولة حقيقة كلمة لهاك الارتياب المشروع عند القوى السياسية وعند بعض الشخصيات اللي تتم استدعاءة إلى الشهر تب لو ورح على أمور دكتور برأيك مجلس الوزراء سيطعطل أكثر أم أنه في بوادر إيجابية بحسب ماستشفين من كلام الراعي البطرق الراعي كلام البطرق أنه فيه إشياء إيجابية بس البطرق الراعي كمان قال أنه ليس الحل بالشارع مع أنه صارعه من 2017 من 2017 تشرين يمجد ويبارك ويهلل للشارع وللصورة الشارع بين منحاء الصرخة الطبيعية ولاس الشارع اسمه سلح أعتقد أنه قصده الشارع المسلح لا هو أول شيء كان فيه مظاهرة اعتراضية على قصر العدل ما نزلوا مسلحين من الأول يعني يعني كمان ما نكون يعني هذه الحالة السرعة 12 يوم مش سرعة 12 قرن لا ما فيه كمان لحظات حضر السلاح حضر السلاح كمان فيه ضحايا وقعوا وقت الحضر السلاح عم بيحكي أنه التعبير بيكون ليس في الشارع لا بل بيكون بالتعبير ما أنت بس بدك تبارك الثورة مش هيك لما يكون ضد يعني ضد خصومك كمان بقى تبارك الاعتراضات اللي بقى تكون مع الخلفاء مش الثورة كانت ضد طرف معي طبعا كان ضد الرئيس وضد الوزير جبران باسيلا كانت من المثبات ومن الشتائم من التلفزيونيات هاي تجانب يمكن أكتر شيء كان موجه هالموضوع لا لا مش واجه عن الناس بحث الثورة هالجماعة اللي عملوا هيدا البروباجندا الناس أول شيء كانت نزلت بشكل عفوي وطبيعي بعتقد بالشارع كان في كتير ناس ومن كل فكلمة هاك يعني بس ما ننجي مع الشارع أو مع حرية التعبير ما نكون مع كل الناس عند حرية التعبير أي حدا بيعترض على ملف على قضية معيشية قضية سياسية قضية قضائية وحرية التعبير مصانية ومقدسة وممنوح أن يؤوس على المظاهرات ومنوح أن يعترض المظاهرات والأمريكان يعطونا دروس 17 تشرين يعني كل يوم نعنونا محاضرة بحرية التعبير ومنعوا الجيش يظهر العالم من الشارع وسكروا ترقات وماتت ناس بذبحات قلبي ورايح على المستشفى لأنه في حرية التعبير وكان يقطعوا الطريق على الجنوب وبالزوق وبنهر الكلب عملوا حيط وبكرة في تخاوف من قطع الترقات عملوا حيط بنهر الكلب ولا عملوا حيط 100% أنه هذه حرية التعبير هون بيكون ما من دينا وهون بالطيون لأنه نزلت مجموعة اعترضت على عمل القاضي بلتار بسرر كل الثورات وكل الحركات هي مسيئة لا ثلاثة عال إذا وصلنا تسوي يعني أقول الرؤسة ثلاثة موافقين علي والحل دستوري يعني حزورة هي مش نبيني شو أنه الحل دستوري بس كيف بس كيف عم بقولوا أنه يعني السلطات السياسية لا تستطيع أن تتدخل في القضاء وأن تنحي القاضي بس الحل سياسي أو تكف يده يعني معناية الحل يعني فيه نتدخل في تخريجي أنه فيه نتدخل أصدق القضاء أنه بقوله الرئيس قضاء المرس الأعلى هلأ بقوله للقاضي سهال عبود بقوله للقاضي سهال عبود أنه يا عمي كفله أيده للقاضي بيطار أو سلمه لحدا تاني بيمشي الحال بس شي منيح ما بعرف شي منيح أنا 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 اللي بعرف المنيح أنه نوصل لنتيجة بالتحقيق هذا اللي بعرفه بيجي إكس بيجي إجراء بيجي زاد أنا ما بعرفه للقاضي ولا يعني أنا أول مرة بسمع فيه معه اسمي والمنيح أنه ما حدا بيعرفه يا دكتور بس المسار يعني نبش له على صور ما بتشوفه هون عشاء وهون غدا وهون زيارة وهون طيارة بس فيه مطرح قاله أنه يلتقي بالصفير الأمريكي وما قالش هو لا سلبا ولا إجابا لا بدي يجاوب مش شغلته يطلع على الأعلام موضوع حساس ولا بدي يجاوب لا لأنه بدي يجاوب لأنه الكونجرس ولا مرة طلع على الأعلام لأنه اللي جاء لأنه اللي بلى بس بسرّب للأعلام توقفات قبل ما يطلعوا على المشاكل الرسم بسرّب للأعلام مش هو بركة ما بتعرف هلأ بيناتنا يعني ما في هلأ الكونجرس الأمريكي ما عش عنده الشغلة والعملة اللي حتى يجي بس يمدح بالقاضي بيطار هلأ مش عم لاحكي أنه مش عم نقيم بس عم بحكي كمان مش بالقاضي بمسارة القضاء وضرورة حرية القضاء أنه قاضي هلأ أنه إذا عملتق بالسفير الأمريكية تدخل بكل التفاصيل أو لا يلتقي فيها بها بدي يقول إيه ولا لأ وإذا إيه شو عم بتقوله بالسفير الأمريكية لاش بدتلتق فيه تحت أي عنوان وإذا لا يقوله أنه لا مش عملتق بحدا أنا وإنه عنده الشاهد يتفضل يعطيني يعني عنده مكمش علي يتفضل يقوله بالإعلام أنا بلاقي مش شغلة القاضي رد على الإعلام أو على القصص بتطلع بالإعلام يحكي لبدو يحكي هو عم هذا رأيك إمتي عم بيشتغل شغله أنا رأيك شوف هرقيني معه ومين حكي ومين ما حكي طيب أنا رأيي أنا رأيي أنه السفير الأمريكي بتتدخل بكل شير دوار دي بلبنان وملف المرفأ من أحد الملفات اللي بتدخل فيها والقاضي بيطار حكي أنه يلتقي بالسفير الأمريكي من حق اللبنانيين أو المرتابين ارتيابا مشروعا أن يعرفوا إذا كان يلتقي السفيرة أو لا يلتقيها طيب يكون في زيوجي واتهيم طيب إن شاء الله نوصل لحال مثل ما بشرنا الوطر يارجر نبين فيه أنه في حلول بدنا مجلس وزراء يجعي اجتمع بدنا نشوف جلسة الخميس إلى ماذا ستفضي إلى ما ستفضي وأيما عطى الانتخابات لا يبلشوا الشبيب يتحركوا يشتغلوا نشوف وجوه أنا أهم كشعب لبناني مش كتير يعني كتير الانتخابات يعني ما رح تنتخب بلا من انتخب مش مناش انتخب بس أصد بس أصد بس أصد ما رح تنتخب يا دكتور ما بتأثر ما حتأثر على المشهد السياسي بلبناني لأنه حكينا قبل مرة وحكينا على الأكثريات الوهمية وليس هناك أكثريات حقيقية وليس هناك من مشاريع للكتل السياسي تقدمها من يقدم مشروع بالكتل السياسي كلها هلأ شو في مشاريع ما في مشاريع في مشالقة في مشالقة في مشالقة في مشالقة سياسية المجلس النواب يعني وفي شد عصب عند القوى السياسية يبلش يشرع مزبوط بإطار الأقوانين الموجودة بس شاطر يسقط الإصلاحات اللي صارت كم إصلاح راح بالأنوان الانتخاب الأخير انت راد اللي صار سقاط الإصلاحات اللي صارت إن كان انتخاب اللي ميجا سانتر والمفاشرين والآخرين أنا تلليك أنا مش كتير مهتم بالانتخابات مش ناقية هتغير كتير يعني بصراحة يعني حد روح 15 ناقب منهم و10 نواب منهم أنا هيدا رأيي هيدا رأيي ما هتغير بالمشهد السياسي ما هتجيب المن والسلوى للشعب اللبناني أنا اللي بهمني هيدا الناس المأهورة هيدا الناس الموجوعة هيدا الناس الجوعاني العالم تطلع فيها القوى السياسية تطلع فيها والسلطات اللبنانية مش يطلع فيها يعملوا أواني يعملوا شي يطلع أنا كمواطن أنا كمواطن وكأستاذ بالجامعة اللبنانية صارت معاشيتنا ما حتبلش مش قادرين يبلشوا أنا آخر شي بهمني كمان مثل 6 مانين لبناني بهمنا معاشيتنا بمعنى هيدا الحكومة هلأ إذا بأتفضل هلأ وتشكل عندها وتشتغل شو بدأت تعمل بتجيب لنا كهرباء بتعملنا شي بموضوع المزوت والبنزين بتركينا للحيتان وللوحوش وللتماسيح ما فيه نجيب وكينه هلأ هن بنزين ومزوت من إيران افترضنا بالليرة اللبنانية متل ما طرح مرة سماحت السيد باوكش تعملوا حلول فزعنهم من الأمر كان فزعنهم من السفيرة من الآخر ما حدا يسترجعوا يضرب ضربة إلا ما ياخد أمر السفيرة وطلوا على سوريا هذه كمرة عشان الكهرباء لأنه عطوطن أمر وصل المزوت ما هذا مش حال الإيراني وما حدا حكيهم لا لا مين حكي معهم غض الطرف صح ولا لا يكفوا بالمعروف بموضوع الحطات الكهرباء وإستيراد ما هي الحزب جاب يكفه نتالي هل شو قصده لا عم بيحكي أنا بإستيراد من دولة لدولة مش عم بيحكي أنه والله يعني حزب جيب باخرة أو باخرتين صد الفراغ الموجود أو صد النقص الموجود بالسوق اللبناني لحتى ما تنفجر الأمور أكتر عم بيحكي أنا هني بداش توصل تانكة البنزين 350 ألف في طيب في حلول تقدروا أنتوا جيبوا ببنزين ومزوت من إيران أو من غير إيران وعم بقولوا بالليرة اللبنانية وبترجع يعني العالم شوية بترتاح مش يفرد على شركة تدفع دولار لتصورد هذا الشيب يرفع الدولار أكيد إن شاء الله خير يعني نحنا تخطينا شوي ولكن أخذنا من وقتك لمقتضاية النقل المباشر على أمل اللقاء بحلقات مقبلة ما رح طول أربعة شهر شكرا لألك دكتور دار عبد أهلا وسهلا فيك شكرا للكم مشاهدين على حسن متابعتنا برجع بلاقيكم بنشرة 8 إلى 4 إلى اللقاء شكرا للمشاهدة